بسم الله الرحمن الرحيم. السي بي ستولة اترحب بيكم في درس الجديد. الدرس النهاردة بسيط وسهل ان شاء الله. وهو لو جات لي صورة آآ فيها نسبة ميل شوية. ازاي ازبطها جوة الكورل درو بدون ما ادخل مسا على الفوتوشوب وعمل لها عملية ايديتينج. طيب هنبتدي هنجيب الصورة اللي احنا عايزين نزبطها. فايل امبورت. الصورة اهي. حامل الله امبورت. اكبرها شوية عشان الحجم بتاعها صغير. كده. الخطوة التانية. الحامل الله كروبينج. اشير الزيادة اللي احنا مش عايزينها. الخطوة التالتة. هدخل هنا على ايديت بيت ماب. ضغطة كده. المفروض ما هيفتح لي البلناك بتاع الكورل فوتو بنت. وده التوقن بتاع الكورل درو. آآ زي ما احنا شايفين هو فتح لي الصورة جوة الكورل فوتو بنت. اول حاجة عشان ابتالي اتحرك فيها هي بالنسبة له هنا شايفها باكجراوند. آآ حامل الله دبل كيت. بحيث انها تبقى على لاير تانية او هنا بيسميه اوبجيكت. آآ بالآ الرايت ماوس بوتم. ضغطة صغيرة كده. وهقول له ايه دبل كيت ايه. وحاجة بقى الباكجراوند. وهامل الله دليت على التريش. هاخدها وعمل الله دليت. طيب. الخطوة التانية زي ما احنا شايفين بقى عندي هنا دراعية قدر اتحرك منها. هطلع التول بار من فوق كده. الايكون اللي قبل الاخير دوت. هضغط عليه ضغطة. وراح جاي في الزاوية دي. وابتدي. اه اشد اهو. عشان اعدل. نفس الحكاية. الجزء التحتاني اهو. اهو كده. اهو. كده تمام. كده الصورة اعدت. اضغط على انتر. وبعد كده هدخل اعمل لها عملية سيف. وبعدين ارجع تاني على الكورل. هلاقي اوتوماتيك هي بقيت اعمل لها ابديت جوه الكورل. هاعمل بقى مرة تانية لو انا عايز اشيل شوية الزيادة اللي حوالين الرسمة. دي حاجة ترجع لك بقى اهو. رف تلاتة. تمام. وبعدين ابتدي كده الرسمة بتاعتي انا عجلتها. جاهزة ان انا ابتدي اشتغل فيها. حامل لها بقى ايه اه تزبيت بقى للرسمة. وابتدي اشوف انا كنت حامل ايه. وابتدي ارسم. ارجو ان اكون قد افتتكم بالدرس ده. وان شاء الله نتقابل في دروس تاني. مع تحياتي مهندس واقل طاهر.